السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء الأول من الفصل الثامن المسمى بالفرس اللويز and heat treatment of steel سنتناول الخطوط العريضة أو عنوين هذا الفصل أول شيء الأيرن آيرن كربايد فيز دائجرام ثاني حاجة الكلاسفيكيشن أو تصنيف المواد الحديدية المعالجات الحرارية البسيطة simple heat treatments leisocermal heat treatments and the application of steel في الحقيقة هذا الفصل يتحدث عن المواد الحديدية المواد الحديدية تعتبر من أهم المواد المعدنية نظرا لدخول الصلب في كافة مناح الحياة والتطبيقات المختلفة التي نستخدمها طيب أول جزئية اللي هي الأيرن آيرن كربايد دائجرام هو عبارة عن المنحل الحراري الذي يعبر عن علاقة الآيرن بالآيرن كربايد وكما نلاحظ فأن المحور الأفقي يعبر عن الcomposition أو التركيب الكيميائي أما المحور الرأسي فهو يعبر عن التمبراتشر من جهة اليمين يعبر عن التمبراتشر بالدرجة المائوية ومن جهة اليسار يعبر عن التمبراتشر بالفهر ناعد أقصى نسبة للكربون في الكربايد المستخدم كانت 66% عند هذه النقطة بالحقيقة يوجد العديد من الفيزيس أو من الأطوار داخل هذا المرحنة التي ستناوله بالدراسة والتحليل كلهم في جزئياته لغاية 2% كربون يعبر عن الصلب أو هذا هو مدى الصلب أو الرنج بتاع الصلب أكثر من كده يعطي كاستاير لأنه كلما زادت نسبة الكربون في الصلب فأنه يتسلط حتى أنه يكون غير قابل للتشكيل بالطرق والسحب وبالتالي العملية الوحيدة التي قابل يقبل فيها عملية التشكيل هي عملية الكاستنج أي الصب والصهر الحقيقة يوجد بشكل عام على الكيرب اللي قدامنا في العديد من الفيزيس نخذها من أسفل إلى أعلى الفيزي الأولاني اللي بقى منها بعبارة عن بيرلايت وده عبارة عن ألفا زائد F3C ويكون صلد في هذه النحية الفيزي الثاني في الرايت الفيزي الثالث أسطناعيت الفيزي الرابع دلتا ستيل أو دلتا في الرايت تعالنا نشوف من المسميات لي ماذا تعمل دلتا هو عبارة عن صلد سليوشن من الكربون في الآيان وده عبارة عن بي سي سي أو الكريستان استراكشن بتاعه بي سي سي أما الجاما فهو اسمه أسطناعيت وده في الحقيقة مسميات لاتينية وهو عبارة عن صلد سليوشن من الكربون في الآيان أما الكريستان استراكشن بتاعه F3C أما الفي سي سي أو الكاربايت أو الآيان الكاربايت اسمه سيمنتايد وهو أيضا عبارة عن صلد سليوشن من الكربون في الآيان أما الألفا اسمه في الآيان وهو عبارة عن صلد سليوشن من الكاربون في الآيان وهو عبارة عن بي سي سي ترجمة نانسي قنقر